ده الجزء الأول من مرجع سرواي واللي هنتكلم فيه عن القياس هل بالمنطق كده أحسن حاجة يبدأ بها الكتاب هو القياس فعلا؟ آه الفيزياء عندنا بيتعتمد على الوبزيرفاشن اللي هو الملاحظة وحاجة اسمها الميجورمينت اللي هو القياس وانت دخل المعمل انت بتجرب التجربة وبتطلع نواتج النواتج دي اسمها قياس تمام؟ يبقى القياس حاجة مهمة جدا في حياتنا اللي كان مبدع في الحتة دي على فكرة كان نيوتن نيوتن كان جبار في القياس خلينا نفهم يعني ايه مفهوم القياس القياس هو عملية مقارنة كمية فيزيائية مجهولة بمعلومة يعني يبقى دلوقت انا عندي شوية بطاطس مش عارف وزنهم يعني كمية مجهولة فهجيب ميزان علشان اعرف وزنهم الميزان ده مثلا بيقيس لحد اربعة كيلو جرام تمام؟ فجبت شوية بطاطس اللي انا مش عارف وزنهم حطيتهم على الميزان ايه سيا عم الميزان؟ قال لك البطاطس ثلاثة كيلو تمام؟ قال لي بطاطس ثلاثة كيلو يعني الكمية اللي كانت مجهولة بقت معلومة بقت عارفها بقت البطاطس ثلاثة كيلو عرفت قيمة البطاطس طيب حاجة تانية دلوقتي انت مش عارف الساعة كان صح؟ يعني كمية مجهولة طيب لو بصيت على الساعة بقت معلومة بقت مثلا طلعت سبعة وربع فالكمية اللي كانت مجهولة اتحولت لمعلومة ما كنتش عارف الساعة كان بقت دلوقتي عارفها بقت سبعة وربع مثلا فالقياس هو عملية مقارنة كمية فيزيائية مجهولة باخرى معلومة تمام؟ دلوقتي انا نبس قميص فاكيد وانا كنت بشتري من عند الراجل است يعني عملت عملية قياس صح؟ دلوقتي البيت اللي انا عايش فيه علشان اشتريه فاكيد قمت بعملية قياس اللي انا اقصد اقولولك فحياتنا بنقيس ثلاث حاجات حاجة اسمها المس واللينس وحاجة اسمها الطايم طيب المس ده اللي هو الوزن اللينس اللي هو الطول التي ده او طايم ده اللي هو الزمن يبقى بنقيس في حياتنا ثلاث حاجات بنقيس اللي هو وزن لطول لزمن طيب علشان اقص اي حاجة محتاج اعرف حاجة اسمها عناصر الكويس يعني بسم الله الرحمن الرحيم علشان اقيس لازم يكون قدام ايه او لازم استخدم ايه اول حاجة لازم يبقى قدام حاجة اسمها الكميات الفيزيائية المرات قياسها يعني مثلا انت عاوزت ايه كلوبطاطس لازم يبقى قدامك الكيلوبطاطس اللي هي الكمية الفيزيائية طيب عاوزت ايه طول بيت لازم يبقى قدامك البيت صح؟ ده المنطق يعني ثاني حاجة اللي هي ادوات القياس دلوقتي انت نويت تشتري بيت فالبيت ده هو الكمية الفيزيائية المرات قياسها صح؟ طيب هافضل وقف قدام البيت لما ينفعش خلاص ان نويتها اشتريت وجاهز بفلوس اوه محتاج حاجة اسمها ادوات القياس قولي يا عم البيت ده كم في كم عشان ادفعلك الفلوس صح؟ ثالث حاجة اللي هي وحدات القياس طيب الرجل اللي قاس البيت طلع مية وعشرين متر في خمسين متر اما قاسه المتر ده وحدة القياس تمام؟ طب هل ينفع يقول مية وعشرين في خمسين ويسكت؟ لا مية وعشرين ايه ممكن يبقى مية وعشرين كيلو في خمسين كيلو تمام؟ ممكن يبقى مية وعشرين محمد في خمسين محمد إذن محتاج أحدد قال المتر علشان أنا بقيس طول بيت طيب شوية بطاطس هقول مثلا خمسة كيلو جرام ما أقولش خمسة متر ما أقولش خمسة وأسقط أنا محتاج وحدة كياس تميز أنا بقيس إيه بقيس وزن يبقى بالكيلو جرام بقيس طول يبقى بالمتر بقيس زمن يبقى بالثانية ما ينفعش إيس الزمن أقول له مثلا إيه ثلاثة وخلاص ده ينفع؟ لا لازم ثلاثة ثانية يبقى عشان أقيس أي حاجة محتاج حاجة اسمها الكميات الفيزيائية ثاني حاجة اسمها أدوات القياس ثالث حاجة اسمها وحدات القياس فإحنا هنعمل إيه بقى؟ هنمسك واحدة واحدة هنمسك الكميات الفيزيائية هنشوف هما قسموها إزاي هنشوف هما قسموها إزاي تمام؟ قسموا الكميات الفيزيائية لحاجة اسمها كميات فيزيائية أساسية وحاجة اسمها كميات فيزيائية مشتقة من اسمها أساسية هي الأساس طيب المشتقة المشتقة يعني جاي من أساسية يعني مثلا يعني كلمة مشتقة أنا عبد الرحمن جاي من أب وأم والأب والأم مشتقين من الجد والجدة تمام الاشتقاق يعني كاي من حاجة فمن اسمها كميات فيزيائية مشتقة يعني جاي من الكميات الفيزيائية الأساسية طيب الكميات الفيزيائية الأساسية يعني إيه حاجة مثلا زي الطول الطول ده عشان إيه مثلا طول كراسة طول بيت بجيب المتر العياري وبقيس صح؟ لو طول كراسة بجيب المسطرة واقيس بستخدم كم عملية عملية واحدة بس بقيس الطولة على طول بعملية واحدة بس يبقى عملت كم عملية عشان إيس الطول عملية واحدة بس طيب واحدة بس زي برضو الكتلة علشان إيس شوية البطاطس عاوز أعرف كتلتهم فعملت إيه؟ جيبت شوية البطاطس حطتهم على الميزان طلع مثلا بربع كيلو أنا عملت كم عملية؟ عملية واحدة ده أنا جيبت البطاطس حطتها على الميزان إيه سيو ميزان؟ أنا أربع كيلو يبقى عملت كم عملية؟ عملية واحدة بس زي تاني المسافة المسافة عشان إيس المسافة عملية واحدة بس طيب المشتقة بقى وليكن حاجة زي السرعة بتساوي مسافة على الزمن عملت كم عملية؟ أنا إيس المسافة وبعدها إيس الزمن عملت كم عملية؟ عمليتين تمام؟ يبقى الكمية الفيزيائية الأساسية عملية واحدة بس الطول جبت إيه؟ الأميس وإيه ستطوله بالمسترة مثلا الكتلة جبت البطاطس استهل المسافة بإيه سهاب عملية واحدة بس لكن السرعة أنا محتاج أجيبي المسافة ومحتاج أجيبي الزمن يعني جبت كم عملية عمليتين خلي بالك بقى المسافة دي كمية أساسية ولا مشتقة أساسية والزمن كمية أساسية تمام؟ إذن الكمية الفيزيائية المشتقة اللي هي السرعة جاية من الكميات الأساسية شفت بقى؟ فهمت يعني إيه مشتقة؟ يعني جاية من الأساسية تمام؟ كده خلصنا أول حاجة اللي هي الكميات الفيزيائية المراض قياسة ويعرفنا إيه حاجتين حاجة اسمها أساسية ومشتقة تاني حاجة قلناها نظام اسمه النظام الفرنسي ونظام اسمه النظام البريطاني ونظام اسمه النظام المتري المتري زي اللي عندنا في مصر بإيس مثلا إيه الطول بنقيسه بالمتر الكتلة بالكيلو جرام الزمن بالثانية تمام؟ البريطاني كان بيقيسه الطول ب شيئ المع l l والقتلة ب شيئ المع l l والذمن بثانية الفرنسي كان بيقيس بالسانته 거기 كان بيقيس الكتلة بالجرام وكان بيقيس بالزامن بالثانية بس هناك مشكلة انا دلوقتي واحد عايش في فرنسا ورايح بريطانيا فعلشان احول الوحدات بتاعتي اللي هي فرنسية للبريطانية هتبقى تاخد وقت ومحتاج عملية عشان مثلا نحول من سنتيمتر القدم ومن جرام لباوند هتاخد وقت فالعلماء قالوا يا جماعة احنا هنعمل نظام اسمه الانتراناشنال system النظام العالمي النظام العالمي يعني ايه هنوحد الطول هنوحد الكتلة هنوحد الزمن كل حاجة هتبقى متوحدة في العالم بدل ما انت يا نظام يا متري بتقسلي الطول بالمتر لا والنظام البريطاني بيقيس الطول بالقدم والنظام الفرنسي بيقيس الطول بالسنتي لا ده انا هربيكم هجمعكو كلكم في واحدة واحدة بس جمعهم في واحدة واحدة طيب قالك اي طول في الدنيا هيتقاس بالمتر واي كتلة في الدنيا اللي هي ماس رمزاء ام هتتقاس بالكيلو جرام واي زمن هيتقاس بالثانية تمام واي قرانت او شدة طيار هيتقاس بحاجة اسمها الامبير تمام واي شدة اضاءة هيتتقاس بحاجة اسمها الكنديلا تمام واي حرارة هتتقاس بالكيلفن المهم يعني المهم المهم التلت حاجات الاوليين الطول هقيسه بالمتر الكتلة هقيسها بالكيلو جرام والزمن هقيسها بالثانية تمام دولا اهم حاجة يعني اللي بنشتغل عليهم في مرجع السروي يعني طيب احنا عرفنا ان الطول بتقاس بالمتر بس مش كل حاجة ينفع هقيسها بالمتر صح فان محتاجة عام من حاجة اسمها البرفكس حاجة اسمها البرفكس البرفكس ده اللي هو التحويلات تمام محتاجة عام من الحاجة اسمها التحويلات اسمها البرفكس البرفكس بولك بتاع السانتي السانتي يعني بيساوه عشرة قص سالب اتنين طيب ميلي عشرة قص سالب ثلاثة تمام مايكرو عشرة قص سالب ستة نانو عشرة قص سالب تسعة ماشي انجستروم اكتبع هنا عشرة قص سالب عشرة تمام بيكو عشرة قص سالب اتناشة فمتو عشرة قص سالب خمستاشة ميجا عشرة قص ستة جيجا عشرة قص ستةسعة تيرا عشرة قص ستناشة تمام نحفظها ساوت ازاي بص معايا احسن حاجة فيها الاغنية سانتي عشرة قص سالب اتنين ميلي عشرة قص سالب ثلاثة مايكرو عشرة قص سالب ستة نانو عشرة قص سالب تسعة افتكر ناين بالانجليزي فهي تبقى عشرة قص سالب تسعة انجستروم احسن لعيف الفرقة بياخد رقم عشرة صح والإي رقم مميز في الانجليزي اول حرف فالانجستروم يبقى عشرة قص سالب عشرة بيكو عشرة قص سالب اتناشة فمتو عشرة قص سالب خمستاشة ميجا افتكر الجيلاتي بتاع الميجا عشرة قص ستة طيب زو التلاتة بقى بعدها الجيجا عشرة قص تسعة انت مثلا ما تجي تحمل لعبة فيفا اللي هي حجمها تقريبا واحد جيجا بتلاقي التحميل ماشي ازاي صفر ميجا واحد ميجا اتنين ميجا ثلاثة ميجا صح يبقى الميجا اكبر من جيجا يبقى ميجا عشرة قص ستة جيجا عشرة قص تسعة طيرة تعبعا احنا عارفينه الجبار الهرد الطيرة عشرة قص تناشة تاني سانتي عشرة قص ستة سالب اثنين ميلي عشرة قص ستة سالب تلاتة مايكرو عشرة قص ستة سالب تسعة نانو يعني نايل عشرة قص ستة سالب تسعة انجستروم افتكر احسن لعيفي الفرقة بل بسرة خم عشرة يبقى عشرة قص سالب عشرة بيكو عشرة قص سالب اثناشة فيمتو عشرة قص سالب خمستاشر تمام طيب هنبدأ دلوقتي نحول الوحدات دلوقتي انا عاوز احول خمسة كيلو متر عاوز احولها لملي متر وعاوز التيرة زت الهزت وعاوز الاف اس للاي اس طيب بص معايا كده مش المتر ده زي المتر ده في دماغ كده شيلهم مع بعض تمام يبقى انا عاوز احول من خمسة كيلو لمين لملي تمام طيب مش الزت ده شبه الزت ده طيب انا عاوز احول من التيرة لحاجة اسمها اله حاجة اسمها اله كتو تمام مش الثانية دي زي الثانية دي طيب انا عاوز احول من الفمتو للانجستروم تمام دي مقدمة مهمة جدا في اول واحدة انا عاوز احول من خمسة كيلو للملي طيب بعمل ايه بقى اول حاجة بنزل لعدد زي ما هو خمسة فيه وشد علامة كسر كده انا عاوز احول من كيلو للملي راس السهم فين بداية السهم طالع من عندي كيلو وراح للملي بداية السهم هتتحط فوق تمام الكيلو كان عشرة قس تلاتة تمام طيب والملي عشرة قس سالب تلاتة يعني الحاجة اللي احول منها احطها في البسط والحاجة اللي احول اليها احطها ايه في المقام تمام وتحسبها عادي خمسة فيه ها وفي الدربة في الاسمة بنطرح الاسس يبقى تلاتة ناقص ناقص تلاتة اللي هي خمسة في عشرة قس ستة تمام تعال نشوف اخر واحدة انا عاوز احول من فمتو للانجسترون صح واحد فيه شدة علامة كسر بداية السهم او الحاجة اللي احول منها احطها في البسط الفمتو عشرة قس كام عشرة قس سالب خمستاشر من الجدوة والانجسترون عشرة قس سالب عشر واحسبها بلاحسب يبقى انا بنز العدد زي ما هو والحاجة اللي احول منها اخطها في البسط والحاجة اللي احول اليها اخطها في المقام دي فكرة من الافكار طيب الفكرة التانية اني مثلا عايز احول اربعة سنتيمتر مكعب للكيلو متر مكعب هنعمل ايه هننزل الاربعة زي ما هي صح في ايه وشد خطة كسر تمام انا عايز احول من سانتي للكيلو سانتي عشرة قس سالب اتنية كيلو عشرة قس ثلاثة بس فيه تركاية مش هنا تكعيب يبقى حط هنا كده تكعيب واحسب عادي فرق ده اللي فاتت ايه اللي فاتت مثلا كنت بقولك حول من اربعة سنتيمتر لي مثلا كيلو متر فدقن قسها واحد فبحط هنا واحد تمام فمش بكتبه يعني تمام دي قسها ثلاثة فحطت قسها ثلاثة دي لو قسها محمود هحط محمود دي لو قسها محمد هحط محمد دي قسها فتح ولد بقى خاصة بالتايم احنا عارفين ان وان دي عبارة عن 24 ساعة والساعة فيها 60 دقيقة والديقة فيها 60 ثانية لو قلت لك حول من وان دي يعني اليوم لساعة هتعمل ايه انا عاوز حول من الكبير للصغير تمام خضها قعدة الكبير يضرب الصغير الكبير يضرب الصغير يعني عشان حول من يوم لساعة هضرب 24 تمام عشان حول من يوم من دقيقة يبقى لعملية عملية ضرب طيب عشان حول من واحد يوم من الثانية هضرب 24 في 60 في 60 تمام يبقى الكبير هكتب هنا الكبير يضرب الصغير أو الصغير عادي لو انا عاوز احول من ثانية لساعة عاوز اعرف الثانية للساعة طيب الثانية الصغير صح؟ يبقى هقسم هقسم يبقى واحد على 60 في 60 بطريقة ثانية وانت رايح مع السهم اضرب وانت راجع مع السهم اقسم تمام هنا واحد يوم للساعة انا رايح مع السهم يبقى اضرب 24 هنا من ثانية للساعة انا راجع مع السهم راجع مع السهم عكس يعني تمام يبقى اقسم وتمنى يا ربي يكون الفيديو عجبكم فلو عوزين اكمل وكده اكتبوا في الكمنت وشجعوني كده اللي اكمل وكده